اختتم المؤتمر العالمي السابع عشر للشبيبة الطالب المسيحية الذي استضافته الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن أعماله بقداس إلهي ترأسه غبطة البطريارك فؤاد طوال في كنيسة الرعي الصالح مركز سيدة السلام وقد عبر المشاركون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحسن الاستقبال والحفاوة والتنظيم واصفين هذا المؤتمر بأنه من أنجح المؤتمرات في العالم كما هنأ الأردن شعبا وقيادة بذكر عيد استقلاله متمنين له دوام الأمن والاستقرار وشكر كذلك الجهات الداعمة والمساندة لإنجاح هذا المؤتمر الذي يليق بسمعة شبيبة الأردن وفي الختام جرى تسليم دروع للجهات المشاركة والداعمة للمؤتمر الذي عقد هذا العام تحت شعار فليضئ نوركم بمشاركة حوالي مئة شخصا يمثلون ثلاثين دولة عربية وصديقة وقد ناقش المؤتمر في جلساته عدة موضوعات منها التعايش الدين والسلام والعدالة في التعليم وتأثير الإعلام على الثقافة الاجتماعية إضافة إلى موضوع البيئة والزراعة الذكية وغيرها